انهار الطريق السريع في بنعكنون وسارع معه الجميع بحثا عن الأسباب وطرحت خلفها علامات التعجب في من تتجه يد الاتهام نحوه وفي تلك الأثناء حاول والي العاصمة زوخ تفتيت جميع التساؤلات عندما راح ينافس اليابان في ترميم الحفر مدير الأشغال العمومية للعاصمة أرجع سبب انهيار التربة إلى قناة للصرف الصحي تعود للعهد الفرنسي في الجزائر هذا التصريح فتح مجالا للحديث عن ما يوجد تحت المدن الجزائرية التي شيد قاعدتها الاستعمار وعند مغادرته حمل الخارطة التحتية لمباناه ضمن الأرشيف الجزائري المحتجز بفرنسا في وقت فشلت فيه جميع المحاولات على استحيائها في استرجاعه قناة الصرف التي انهار على إثرها الطريق السريع تضاف إلى حوادث أخرى خرجت في مجملها من باب الصدفة إلى العلن أيدي عمال الشركة المكلفة بإنجاز مترو الجزائر أيقظت ذات يوم مدينة تاريخية عثمانية كانت تنام تحت ساحة الشهداء دون علم المرين على سطحها أشغال عمومية شبيهة اكتشفت قنوات عميقة تحت العاصمة تربط نواحيها الأربع ربما كانت تستخدم كمنافذ نجدة لمن هندسها إذا كانت الحكومة لا تملك خارطة لشبكة القنوات التحتية والكوابل التي شيدها المارون عبر التاريخ بهذا البلد فأي واقع يعيش فيه الجزائريون وأي مصير يواجهنا فإذا ما تحركت الأرض دخل الجزائريون ومعهم البلد في حفرة